تقفل الجسور العائمة التي أقامها الفنان كريستو على ضفاف بحيرة إسيو شمال إيطاليا أمام الزيارات بعد أسبوعين جذبت فيهما أكثر من مليون وثلاثمائة ألف زائر وتجاوز عدد الزوار ما كان مقدرا بثلاثة أضعاف جاءوا لتجربة شعور المشي على الماء كما وعدهم الفنانة والجسور العائمة هي جسور صفراء مائلة إلى البرتقالي تمتد على ثلاثة كيلومترات وتؤدي إلى جزيرة مونتي إزولا وجزيرة سان باولو الصغيرة في بحيرة إسيو وسيبدأ العمل على فك الجسور التي مشى عليها ما يقارب مائة ألف شخص يوميا على مدى نحو أسبوعينه ولم تخل هذه التجربة من الانتقادات رغم النجاح الكبير إذ قررت جمعية مدافعة عن حقوق المستهلكين للإيطاليين رفع شكوا إلى السلطات المحلية بشأن ما وصفته بأنه تبذير في المال العام لإنجاز الجسور العائمة